تلك القرى أهلكناهم متى؟ انتبه دائماً مقترن الهلاك بالظلم لما ظلموا لكن دائماً المظلوم يستعجل العقوبة من الظالم وينتظرها فأحياناً يتأخر وهو مشتعجل يريدها الآن هل التأخير لصالح الظالم؟ لا لماذا؟ يريد أن يجمع له سيئات أكثر وظلم أكثر فيبقه من ظلمه ويريد من المظلوم أن يعيش فترة بلاء فيتجه إلى الله بالدعاء فيخلص في الدعاء والتوحيد لأن الدعاء هو العبادة حتى قيل أعظم عبادة هي انتظار الفرج فإذا طال انتظار الفرج إذن هو عاشه فترة أطول أين؟ في أعظم عبادة لذلك قال بعدها وَجَعَلْنَا بِمُهْنَكِهِمْ موعدة موعدة لا يتقدم ولا يتأخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر